تتعالى الأصوات المطالبة بوقف التصعيد في الحرب القائمة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة إذ دعى بابا الفاتيكان فرانسيس إلى وقف إطلاق النار في القطاع وجدد مطالبته لإطلاق صراح الأشخاص الذين تحتجزهم حماس في غزة وفي القداس الإسبوعي في ساحة القديس بطرس أشار البابا فرانسيس إنه لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن إمكانية وقف التصعيد وشددا على ضرورة وقف إطلاق النار وأن يكون هناك مجال ضمان وصول المساعدات الإنسانية فيما أشار إلى العواقب السلبية للحرب بشكل عام وفي سياق متصل دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانس بولياريتش العالم للتحرك لإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة في ظل القصف العنيف وانقطاع الخدمات الأساسية وتحذيرات من كوارث إنسانية تهدد الملايين في حال استمرار العنف والتصعيد العسكري سبولياريتش قالت إنما يعيشه قطاع غزة من معاناة إنسانية صادمة ووضع كارثي يمثل أخفاقا عالميا بالتصدي للأزمة معربة عن أسفها لسقوط المزيد من الضحية المدنيين ومطالبة أطراف الصراع بوقف التصعيد بشكل فوري وداعية إسرائيل لرفع الحصار عن القطاع وتأتي تحذيرات رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد ساعات على تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش قال فيها إنه تفاجأ من تصعيد إسرائيل قصفها على قطاع غزة المحاصر داعيا إياها لوقف فوري لإطلاق النار